وفي أجواء إيمانية تملأها الفرحة والبهجة احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على ضفاف نهر الأردن الشرقية والغربية بيوم الحج المسيحي في موقع معمودية السيد المسيح بالمغتس حيث ترأس الصلاة على الجانب الشرقي من نهر الأردن قدس القمص أنطونيوس صبحي كاهن الرعية القبطية في الأردن وفي الجانب الغربي الأنبى أنطونيوس مطران القدسي والشرق الأدنى بمشاركة شمامسة وأبناء الكنيسة القبطية في الأردن وفلسطين وفي كلمته الروحية شكر الأب أنطونيوس جلالة الملك عبد الله الثاني على محبته وتوصياته بالاهتمام بموقع المغتس المقدس كما شكر سمو الأمير غازي بن محمد رئيس مجلس أمناء المغتس على جهوده المبدولة مع هيئة الموقع في الحفاظ على قدسية المكان والشكر الموصول كذلك إلى الأجهزة الأمنية الأردنية لما يبذلونه من جهد في الحفاظ على أمن وراحة الحجاج